بعد أيام من كيل الاتهامات لمنظمة الصحة العالمية خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلنا عن تجميل تنويل المنظمة الأممية محملا إياها مسؤولية تفشي جائحة كورونا في العالم وفي مؤتمر يومي لخلية الأزمة اتهم ترامب المنظمة بالمسؤولية عن تفشي الوباء لتأخرها في التحذير من خطر كورونا ما تسبب في وفاة الألاف أمر بتعليق تمويل منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يتم فيه إجراء مراجعة لتقييم دور منظمة الصحة العالمية في سوء الإدارة الشديد والتعتيم على تفشي فيروس كورونا وتعد الولايات المتحدة أكبر مساهم على الإطلاق في تمويل منظمة الصحة العالمية حيث ساهمت بأكثر من 400 مليون دولار العام الماضي أي ما يقرب من 15% من ميزانيتها من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أنه يتعين استمرار الدعم المقدم لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود المبذولة مشددا أن الوقت ليس مناسبا الآن لخفض التمويل لا سيما في ظل استمرار أزمة كورونا وما يتطلب من مد يد العون للمنظمة الدولية للقيام بالدور المنوط بها وعلى ذات المنح أكدت أستراليا أنها لن تحذو حذو الولايات المتحدة ولن تسحب تمويلها للمنظمة الدولية نرى منظمة الصحة العالمية تساهم في تحسين النتائج الصحية في منطقتنا بعض الأعمال التي يقومون بها في البلدان النامية مهمة ونحن نلعب دورنا في دعم المنظمات العالمية من خلال الأمم المتحدة وسنستمر في دعم الهيئات العالمية وهذه ليست أول مرة يهاجم فيها ترامب المنظمة الأممية التي يتهمها بعدم الإبلاغ بشفافية عن الكارثة الصحية التي امتدت من مدينة ووهان في وسط الصين إلى العالم أجمع وهو ما تنفيه المنظمة الدولية جملة وتفصيلا أبداً اشتركوا في القناة